رسالة القمة الأوروبية تجاه تركيا وصفت بالحازمة وتقتضي اتخاذ عقوبات في غضون آسابيع ضد مسؤولين وكيانات تركية ذات سلة بنشاطات التنقيب غير القانونية في مياه قبرص الرسالة تفتح أيضا آفاق توسيع العقوبات في الأمد المتوسط نحافظ على قنوات التواصل مع تركيا نرغب في وضع أجندة إيجابية لتعزيز التعاون معها لكن من وجهة نظر رئاسة دورية للاتحاد نقر بأن مساعينا خابت القمة الأوروبية أوسط جوزيب بوريل بإعداد تقرير حول العلاقات مع تركيا وحول الخيارات الممكنة من بينها توسيع نطاق العقوبات التقرير سيعرض على قمة الربيع المقبل أوروبا تظل دوما منفتحة للحوار لكن لن تقبل سياسات تهدد استقرار الدول الأعضاء ومحيطها الإقليمي تدخلات تركيا العسكرية في مناطق الجوار الأوروبي خاصة ليبيا أصبحت تمثل تهديدا لأمن الاتحاد حسب تقدير القمة تدخلات تركيا في ليبيا أصبحت تمثل قضية كبيرة يجب أن لا نتسامح مع هذه التحركات في ليبيا القمة الأوروبية جددت دعوة أطراف النزاع في ليبيا إلى الالتزام بمقتضيات مسار مؤتمر برلين لحل النزاع تجاه دول الجنوب كلفت القمة الأوروبية الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنة الأوروبية جوزيب بوريل بأعداد تقريرا حول سبل تفعيل الشراكة الاقتصادية والحوار السياسي والتعاون الأمني مع دول جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة تعاني أكثر فأكثر من مخاطر عدم الاستقرار مردين الفريد العربية بروكسل